بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة اليوم نعيش مع النصيحة الثالثة في أهم ثلاثين نصيحة للبدء بحفظ أعظم كتاب على الإطلاق أيها الأحبة والله إن الذي يريد الدنيا فحفظ القرآن يأتي له بالدنيا راغمة بين يديه الذي يريد الآخرة القرآن هو طريقه إلى الآخرة الذي يريد الرزق عليه بحفظ القرآن الذي يريد السعادة لا يوجد كتاب أفضل من القرآن يجعلك سعيدا حتى وأنت على فراش الموت تتجهز للقاء الملك سبحانه وتعالى إذن أحبتي في الله قضية حفظ القرآن ليست قضية أننا نحفظ هكذا إنما هي قضية مصيرية هذا الكتاب هو الذي سيوصلك إلى جنة عرضها السموات والأرض يا أخي اليوم أحدنا إذا أراد أن يؤسس بيتا يختار أفضل الأثاث إذا استطاع طبعا يختار أفضل المتاع أفضل الطعام أفضل يعني الأشكال يضعها من حوله ليستمتع ليرتاح لمثلا يعيش حياة هادئة مطمئنة يحاول وحياته قصيرة جدا على الأرض أول ليلة في القبر تعادل كل حياتك التي عشتها أول ليلة في ظلمات هذا القبر طيب أنا أسعى لهذه الدنيا وأترك ظلمات القبر أترك البيت الحقيقي الذي سأعيش فيه حتى ألقى الله في عالم البرزخ يجب أن أضيء هذا القبر أن أنور هذا القبر أن أجعل لهذا القبر أثاثا أجعل فيه أفضل شيء أجعله في القبر وليس في الدنيا أترك وراء هذه الدنيا فأفضل شيء هو أن تحفظ القرآن ليكون نورا لك في قبرك اليوم أحبتي في الله أنا سأعيش مع هذه النصيحة الثالثة تخلص من الخوف والاضطرابات النفسية حفظ القرآن يخلصك من كل أنواع الاضطرابات النفسية هذه المعلومة ينبغي أن تكون في أعماقك قبل أن تحفظ القرآن لقد أثبت بعض الباحثين وجود قوة شفائية غريبة في كل آية من آيات هذا الكتاب العظيم الحقيقة أيها الأحبة سأحدثكم عن تجربة شخصية أنا ما الذي جعلني أقتنع أن هناك شفاء بالقرآن عندما بدأت بحفظ القرآن قبل يعني أكثر من ثلاثين سنة بدأت أتذوق معاني هذا الكتاب العظيم أقف حائرا متأملا ما هذا الكلام كلام غير بشري كلام غير مألوف وأنا طبعا قادم من خلفية علمية يعني الكتب التي كنت أقرأها كلها كتب علمية لم يكن في مكتبة أي كتاب يتعلق بالدين أو باستثناء القرآن الكريم فقط كانت كل الكتب عبارة عن كتب رياضيات وفيزياء وكيمياء وكذا سبحان الله عندما بدأت بهذا الكتاب بحفظ هذا القرآن لم أعد أستمتع بأي كتاب آخر صراحة أيقنت أن هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي يعرفك حقيقة ما يجري من حولك يعرفك بحقيقة الموت وما بعد الموت عالم الغيب عالم البرزخ عالم الجنة والنار أهوال القيامة يعرفك بمصيرك الحقيقي فتركت كل الكتب على فكرة اللحظة التي بدأت بها أنني عزفت عن كل هذه الكتب بل تخلصت منها وأبقيت عندي كتابا واحدا هو القرآن العظيم وكان هذا قبل ثلاثين عاما كما قلت لكم أو أكثر أو أقل عندما بدأت أتفرغ فقط للقرآن في الليل والنهار وأنا أمشي وأنا نائم وأنا أذهب لأي مشوار وأنا أجلس مع الأصدقاء أو مع الأهل أو كذا كان دائما الشغل الشاغل هو القرآن بدأت بدأت ألاحظ أن هناك تغيرات جذرية في نفسيتي تغيرات جذرية في طريقة تفكير في معتقداتي في طريقة تعاملي مع الناس في طريقة يعني معالجتي للمشاكل والهموم كل شيء اختلف أيها طيب ما الذي حدث الحقيقة أن هذا الأمر بقيت سنوات أفكر فيه بعد ذلك بعد ذلك اكتشفت أن القرآن العظيم فيه قوة شفائية وهذا الأمر تحدث عنه كثير من الباحثين وكل حفظة القرآن يلاحظ هذا الأمر يلاحظ وجود هذه القوة الشفائية جسديا ونفسيا يعني يجب أن تعتقد أخي الحبيب قبل أن تحفظ القرآن أن هذا القرآن فيه شفاء من كل داء ينبغي أن تعتقد أن علاج همومك كلها لن يكون إلا بحفظ القرآن ولماذا أؤكد على عملية الحفظ وليس مجرد القراءة أو الاستماع لأن الحفظ أيها الأحبة يرسخ المعلومات ويغير تركيب وبنية الوصلات العصبية بين خلايا الدماغ هذا التغيير المهم يؤدي بك إلى طريقة مختلفة في التفكير في معالجة المشاكل حتى علمياً تنجح أكثر تستطيع من خلال حفظ القرآن أن تمتلك ذاكرة قوية وقدرة أعلى على الاستيعاب يعني مثال على ذلك أحبتي في الله أنا بعد حفظ القرآن وجدت شيء غريب أنني كنت إذا فتحت أي كتاب علمي أجلس أحياناً أشهر لأستوعب القليل منه وبخاصة إذا كان كتاب مثلاً معقد في علم الذرة أو كذا بعد حفظ القرآن أصبح لدي تصفح أي كتاب علمي مهما كان معقد أمر بسيط جداً بل إنني أصبحت أكثر استيعاباً للمعلومات وأسرع استيعاباً هذه تجربة شخصية أنا أحببت أن أوصلها لكم لكي يعني تعالجوا همومكم تعالجوا مشاكلكم تعيشوا حياة أفضل وأكثر إطمئناناً الله تعهد بذلك أيها الأحبة قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم إذن الذين أوتوا العلم هؤلاء والذين أنبأ عنهم القرآن عندما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء هؤلاء الذين علموا من هو الله الذين أيقنوا قدرة الله عظمة الخالق عز وجل كيف تدرك من هو الله إذا لم تقرأ كتابه نحن إذا أردنا أن نعلم أو نعرف معلومات عن مؤلف مثلاً نشاهد له محاضرات نقرأ له كتب طيب أنت تريد أن تتعرف إلى الله ولديك وسيلة واحدة هي هذا القرآن العظيم طبعاً والسنة المطهرة ولكن القرآن هو الأساس طيب ما دمت بعيداً عن القرآن وعن حفظ القرآن صدقني ستبقى في حالة نوع من الاكتئاب هموم الدنيا لن تغادرك الطمأنين الكاملة والمطلقة لن تكون إلا بحفظ القرآن وتدبره لأن الحفظ هو المرحلة الأولى والتدبر هو المرحلة الثانية أيها الأحبة أنا لدي هنا عبارة كتبتها الاكتئابة بعد اليوم مع حفظ القرآن أنا أود أن أسألكم سؤالاً هل مر عليكم إنسان حافظ للقرآن يعاني من الاكتئاب؟ لا هل رأيت إنساناً حفظ القرآن وتدبره وأتقنه لديه وسواس لديه مشكلة نفسية لماذا؟ ما الذي يحدث أيها الأحبة؟ هناك تغيرات كما قلت لكم على مستوى القلب والدماغ والفؤاد والنظام المناعي حتى يتحسن هناك دراسات أحبة في الله ولكن للأسف لا يتم نشرها التعتيم عليها أي بحث علمي يتعلق بالقرآن الكريم للأسف يتم التعتيم عليه لماذا؟ لأنه لو وصل لكثير من الملحدين مثل هذه الأبحاث لو وصلت لكانت سبباً في إسلام الكثيرين إنما نحن نقدم يعني ما أكرمنا الله به من علم وكما يقول الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هناك من يقتنع وهناك من لا يقتنع أنا قديماً لم أكن أقتنع أن القرآن فيه شفاء لكل الأمراض قديماً جداً بعد أن حفظت القرآن وعشت التجربة ولاحظت التغيرات التي حدثت يعني في داخلي في أعماقي أصبحت موقناً أن القرآن فيه شفاء لكل شيء وبخاصة الاكتئاب التجارب والمشاهدات أثبتت أن الذي يحفظ القرآن يكون أقل عرضة للإصابة بالأمراض وبخاصة الأمراض النفسية أيها الأحباب الأمراض النفسية لا تأتي لأي إنسان لماذا؟ لأي إنسان حفظ القرآن لماذا؟ لأن القرآن فيه اللغة تفهمها الروح والروح كما قلنا مراراً هي برنامج التشغيل المسؤول عن تشغيل كل أعضاء الجسد أي اضطراب نفسي يمثل خللاً في هذا البرنامج القرآن يعيد برمجة هذه الأجزاء الدماغ والقلب وكذا لكي تعمل بأفضل صورة ممكنة الطب لا يستطيع أن يتدخل في برنامج عمل الجسم الطب الحديث أيها الأحبة طب مادي يتعامل مع الماديات فقط أما الروح أولاً العلماء لا يعترفون بها العلماء التجريبيون النفس لا يعترفون بها وجود الخالق لا يعترفون به للأسف لذلك أحبتي في الله يجب أن نعتقد أن الاكتئاب والوسواس ليس له علاج إلا حفظ القرآن حفظ وأكد على الحفظ أحبتي في الله والحفظ قضية سهلة تظن أنها صعبة أسهل شيء أن تحفظ القرآن وهذا ما سنكتشفه في النصائح القادمة طبعاً هنا أيها الأحبة أنا لدي أيضاً موضوع الولادة من جديد حقيقةً عندما تحفظ القرآن كاملاً تشعر أنك بالفعل شخص آخر يعني أنت الآن موجود إذا حفظت القرآن ستمثل مرحلتين ما قبل الحفظ وما بعد الحفظ فعندما تبدأ بمشروع طبعاً أهم مشروع أحبتي في الله أهم مشروع هو حفظ القرآن عندما تبدأ بمشروع حفظ القرآن سوف تحس بأنك قد ولدت من جديد فهل تبدأ معنا هذا المشروع الذي سيغير حياتك سأختم أيها الأحبة لكي لا أطيل عنكم لأن النصائح كثيرة والمعلومات غزيرة جداً وأنا أحاول الاختصار قدر مستطاع أحبتي في الله لا تترك الشيطان يسوف ويوسوس لك ويقول لك غداً وغداً منذ هذه اللحظة عندما تنتهي من هذا الفيديو قبل أن تنتهي قم توضأ افتح القرآن وقل أنا الآن سأبدأ بحفظ هذا القرآن واستخدم طريقة الاستماع للقرآن النبي كيف حفظ القرآن؟ حفظه بالاستماع من سيدنا جبريل عليه السلام إذن طريقة النبي كانت سماعاً فأنت أحفظه السماعاً اليوم وسائل الاتصالات متوفرة الجوال، الكمبيوتر، شاشة تلفزيون، أي شيء تستطيع أن تضع صورة معينة وتكرر هذه الصورة ليلاً نهاراً على مدى أيام وربما أشهر المهم أن تبدأ بحفظ صورة تحبها ويفضل أن تكون صورة طويلة أنا حقيقة أول صورة حفظتها كانت صورة يوسف مع أنها طويلة ولكن كنت أحب هذه الصورة فعكفت على الاستماع لصورة يوسف لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر ولكن بعد أن حفظت هذه الصورة أصبحت قضية الحفظ سهلة جداً طبعاً في اللقاء القادم إن شاء الله سنتابع تقنيات جديدة في حفظ القرآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على حفظ كتابه الكريم إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته